النائب السابق بالبرلمان والسياسي البارز ورئيس حزب الإصلاح والتنمية الأستاذ محمد أنور السادات أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً بالمناسبة الإصلاح والتنمية هل تعتقدني فيه إصلاح وتنمية؟ يعني نأمل هذا إنما واضح إن لسه قدامنا مشوار مسائل مش سهلة ودينا شايفين المشهد حزين اللي بيحصل في مصر للأسف يعني ومين يتحمل المسؤولية؟ أشوف كلنا نتحمل المسؤولية معرضة صديقين الكل طبعاً معرضة ورئاسة ويعني ودينا شوفنا يعني مظهر من المظاهر يعني لا أتصور أبداً أن حزب الحرية والعدالة الحزبة الذي يحكم يدعو لتظاهرة ولمليونية كانوا معرض لتطهير القضاء هل ده كلام يعقل؟ أنا قلت دي سقطة يعني حاجة فوق وصف أي بشر لأن تحليل حضرتك لده إيه؟ شوف أنا أنا رأيي أنه يعني للأسف يعني هما هنا بيعملوا غطاء سياسي في رأينا يعني اللي كانوا بيتهموا بيه المعرضة وجبة الإنقاذ أنها بتعمل غياء غطاء سياسي للعنف أنا بشوف اللي هما بيعملوا ده غطاء سياسي لموضوع مشروع قانون أنا شايف أنه لن يعني يجر علينا غير يعني فضيحة في العالم كله أولاً سمعة مصر يعني نتكلم يعني ده احنا ما بقاش باقي عندنا مؤسسات غير يا مؤسسة القضاء والقوات المسلحة والمخابرات العامة هما دول اللي باقيين ما عندناش حد كله هدموه يعني في رأيي أنا الدخلية عليه العوض من التصرفات اللي بتحصل الإعلام هجموه الإعلام اللي كان فتح أبوابه للكل بما فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في آخر خمس سنين للرئيس السابق مبارك ويامل انتخابات الرئاسية نخساها فالإعلام هجموه الكنيسة الوطنية لم تسلم وشفنا الأحداث الأخيرة ثم الأظهر بقى اللي معروف باستنارته ومعروف بواسطيته حتى الأظهر ما خلوش حاجة يا جماعة الأضاء اللي هو مطلوب إيه من الأضاء يعني نتكلم بشيء من العقل تمام خلينا أسأل حضرتك بلسان الشارع أو سهل المواطن تفتكر ليه حضرتك وأنت رجل سياسي بارز ولديك من القدر في التحليل لأنك تصل أو توصف الوضع يعني ما الذي يريده مجلس الشورى من تمرير قانون السلطة الخضائية والنزول بالسن أو خفض السن إلى سن الستين لماذا؟ شوف خليني أقول لك برضو عشان أنا بداية أقول لك أن هذا القانون لن يتعامل مع مجلس الشورى بمعنى؟ يعني صحيح القانون طرح وأدمه حزب الوسط وبرضو تعديلات بالمناسبة بمناسبة حزب الوسط أنه عوضوا في حدوة الحزب الحرية والعدالة تقدم بتعديل بعض لأن القانون اللي عملوا الهيصة وبيقولوا تطهير القضاء وإصلاح القضاء القانون اللي كان متقدم عبارة عن 3 مواد نفهمش حاجة خالص غير مادة واحدة بس المادة التالتة اللي بتتكلم على خفض السن والسن ده عشان الناس تبقى فاهمة يعني إحنا برضو يعني ده عشان حصل أيام مبارك حصل على مراحل السن كان من ستين لأربعة وستين ثم أزلنا ستة وستين يعني ما تعملش مرة واحدة حتى لو كانت عمل بالمجاملة فزود السن أجعمل أنا بقى بالمجاملة وخفض السن يعني إحنا خلصنا من النظام اللي كان بيرفع السن عشان يجامل ناس إذا كان ده اللي بتقال وميجي نظام تاني يخفض السن عشان يجامل ناس يجامل إزاي طبيعي إنه عشان يخفض السن هيعوز قضاء لأنه ما فيش ما فيش قضاء وخصوصا في الدستور دلوقتي بنتكلم على إن المحاكم الاستئناف المحاكم الجنائية هتبقى على دركتين هجب لها منين ده أنا أصلا ما عنديش قضاء كفاية إذا ما فيه أزمة في محكمة الناط وفي المحاكم الاستئناف كلها ومحكمة دستورية معنى كده إنه الكلام اللي تردد لا نعلم صحته لكن كلام بيتردد بقوة أن هناك قائمة بمحامين هؤلاء المحامين سواء متعاطفين مع الإخوان بينتموا للإخوان دول لأنه فيه فيه قانون السلطة القضائية مادة بتسمح إنه ممكن المحامين يدخلوا سلك القضاء بنسبة 25% حاجة كده فده معناه إنه هو بيحضر لهذا هو ملاش حل تاني لكن أنا أرجع وأقول لك القانون اللي قدموا حزب الوسط ما كانش فيه أي حاجة لها علاقة بالكلام اللي بيتقال تطهير وإصلاح أو تصعير والتطهير ما والسؤال برضو ما بيش يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة وهل التطهير جه في الفترة ما بين ستين لخمسة وستين أو خمسة وستين لسببين طبعا 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 يعني 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 هذا المبدأ يعني يجب ألا يمثل قضاء للإنزام ولسمعة مصر النهاردة أنت عملت تتكلم على استثمار وعملت تتكلم على تشجيع مين اللي هيجي لك النهاردة إذا كنت أنت بتقول على القضاء بتاعك فاسد وعايز تطهر مين اللي هيجي لك النهاردة مين اللي هيسلم لك فلوس برة بناء على أحكام هنا أو ناس من الهاربين برة إذا كان أنت بتقول إن أنا القضاء عندي فاسد وعايز تطهر أنا مندهش من العقول اللي بتفكر طب حضرتك مندهش أكيد عندك تفسير هل ده لي علاقة بالسيطرة على الانتخابات المقبلة شوف أنا رأيي إن ده ليه علاقة بواقع إحنا عايشينه واضح إنه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين نتكلم بكل صراحة عندهم نظرية المؤامرة دي مسيطرة على دمخهم وعدم الثقة بشكل غريب الشكل بمعنى مش بس في مسألة القضاء يعني كثيرا ما نسمع الطرف التالت والله والخفي وكل الكلام اللي عمين نسمعه ده وإن فيه تمويل وإنه 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 كل هذا الكلام كلام يعني لا أساسة لهم الصحة لأنه القضاء يعني في النهاية بيحكموا بما لديهم من أدلة وبما لديهم من مستندات ما ينفعش إن إحنا نشكك فيه لا في نزاهتهم ولا في هبتهم الكلام ده كلام خطأ النهاردة ما حدش بيحترم أي حاجة نتيجة إن إحنا بإيدنا بنهد القاضي ما بيحكمش تبقى لما يطلبه المستمعون أو المتقاضون تب يطلب بيحكم بناء على اللي تحت إيده ثم خلينا نتكلم لو أنا النهاردة عايز أتكلم فيه مشروع قانون نعم والكل بيتكلم على إن مجلس الشورى يعني عليه تحفظ كبير لكن خلينا نترك هذه النقطة فيما يخص مجلس الشورى يعني اللي عليه تحفظ من كل القوى السياسية النهاردة أنا أولوياتي إيه كمجلس الشورى ما اشتغل على القوانين اللي تهم الناس حياة الناس معيشة الناس مع عشات التأمين الصحي علاج الناس وما فيش ضرورة للاستعجال أنت بتستعجل في خانون سلطة قضائية الدستور نفسه بيقول لابد أخذ رأي لابد مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية في هذا طب ليه الزاوباء اللي انتوا عاملين طب هما ياخدوا يعني رأي المجلس القضاء الأعلى النهاردة يعني حريطك شفت حتى المستشار الغلياني وأنا كنت نشيت طالب طبعا طالب وبعتله وقلت له أين أنت أنت راجل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لاحيئ وشيخ القضاء ورئيس المجلس وكنت شاركت وكنت شاركت نعم فين ما سمعناش الراجل النهاردة طلع وقال وقال رأيه بكل صراحة وأنا بأقدر فيه هذا واحترم فيه هذا نعم أنه هذا القانون لابد أن ينتظر مجلس النواب زي المستشار أحمد ميكي نعم المستشار أحمد ميكي وأيضا المستشار فؤاد جبالله وإحنا شفنا استقلته وشفنا أسبابها الحقيقة فكرة الاستقالات بالمناسبة دي كنت أسأل حضرتك عليها لها دلالة البعض يرى أنه الاستقالات مجرد القفز من مركب في خطر لا شف خلينا نتكلم بصراحة إحنا كلنا مع بداية يعني فوز الحرية والعدالة والإخوان بأغلبية برلمانية ثم فوز الرئيس كلنا احترمنا هذا وقلنا ندي فرصة نعم ده الطبيعي ندي فرصة ونتعامل مع واقع نحترمه وما نقدرش نختلف عليه لكن فيه وهكذا أنا رأيي أن المستشار أحمد ميكي وهو رجل فاضل زيه زي المستشار فؤاد جبالله الناس كانوا متحمسين للتجربة وقالوا نحاول الناس لما لقيت أنا في رأيي يعني لما لقيت أنه الأمور اللي بتتم بتتم بطريقة لا تصلح لإدارة بلد الناس قالوا لا مش هنكمل فأنا بالعكس الناس اللي النهاردة بتقولك الاستقالة متأخرة وكمل أول لا معلش كمن حقه كل واحد أنه هو تجربة تاخد حقها عشان الناس برضه بتلوم كثيرين من المعارضة وبيلومون أحيانا أنه قدوا للراجل فرصة قدوا للناس أنتم طيب حاضر قدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر